بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط السقيم تنسي للعزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آبايا أنتهم يرسلون لقد حق القول على أثرهم فهو لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان بهم نقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدهم ومن قلبهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنظرهم لا يؤمنون إنما تنظر من اتبع الذكر وقشي الرحمن بالغيب فبسروا بمغفرة وأجل كريم إنا نحن في الموتى ونبتب ما قدروا وآتاهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وغربناهم مبلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أوسلنا إليهم أثنين فكذبوا ما فعززنا بتالت فقالوا إنا إليكم نسلون قالوا ما أنوت إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن شيء إن أنوت إلا تبذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمعسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنطروا لنوجنا لكم ولا يمس من مبن منا عذاب أليم قالوا ورائلتم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة وجل يسعى قال يا قوم اتبعوا الموسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا لهم مغتدون وما لينا أعمل الذي فضرني وإليه ترجعون فأتقل من وضوني آلية إن يردن الرحمن بذر لا تغل عني شباعة شيئا ولا ينقلون إني إذا لبي ظلال مبين إني آمنت بهبكم تصمرون قيل دقل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني غبي وجعلني من المقومين وما أنسلنا على قومي من بعده من جود من السماء من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قابلون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم ينكم أهلبنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يمجعون وإن كل لما جميع لدينا محظون وآياد لهم الأرض الميتة أحيينا وأقرجنا منها حبا وطهمه يأكلون وجعلنا فيها جهنات من مضين وأعناب وأعناب مفجعنا فيها من العزون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أبلا يشكرون سبحان الذي قلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا أغنم والشمس تجري لمستبر إنها ذلك تقضيه العزيز العليم والقمر قدرناه مناسل حتى عادك العجوم القديم لا الشمس ينبغي لها أنها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلق يسبعون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشعون وقلقنا لهم من مثله ما يوكبون وإن مشأ نغرقهم فلا خريطا ولا أولي طرون إلا وحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لولكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مورضين وإذا قيل لهم أن وفقوا مما وزقتهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن أطعم ومن لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلام مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأكلهم وهم يقص ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يوجعون ونفق في السور فإذا وين الأجدات إلى ربهم ينسون قالوا يا ويلنا من بعتنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن وكانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مكذرون فاليوم لا تغلم نفس شيئا ولا تجزن إلا ما كنتم تعمرون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكرون هم وأزواجهم في غلال على الأمائق متكهون لهم فيها تاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وانتاز يوم أيها المجرمين ألم عهد ليكم يا بني آدم أن لا تعمدوا الشيطان إن مرونكم عدو مبين وانعملوني هذا صورة مستقيم ولقد أغل منكم جبلا كثيرا أبلم تكون تعطلون هذه جنم الذي بنتم توعدون يسلوا اليوما لا كنتم تغفرون اليوم نبتم على أفوههم وتكلم أيديهم وتشهد أوجهم لما كانوا يغصبون ولو نشاء لطمصنا على أعيبهم فاستبقوا الصوات فأنا يبصنون ولو نشاء لمسقناهم على مكانتهم فنستطعهم مضيا ولا يرجعون ومن ومن منه يركسه في الخلق أبلا يعقلون وما علمه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقع آمين لينه ومن كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا قلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما بهم لا مالدون وذللنا لوب منها وقوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أبلا يشكون واتقبوا من عدون الله آلية لعنهم ينصرون لا يستطيعون نصر الله لهم جود يقضرون فلا يحزوك قولهم إلا معنى ما يسرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أننا قلقناه من نغفة فإذاه بقصير مبين وغرب لنا نتلا ونسي خلقه قال من يقين عظام وهي غمين قل يقي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل قلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأقضر نارا فإذا أنتم منه توقضون أوليس الذي قلق السماوات والأرض بقادر على أن يقلق مثله بلى وهو القلاق العليم إنما أنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه توجرون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والمجر والشجر يسجدان والسماء وفعا ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقص ولا تخصروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاقعة والنقربات الأكمام والحب ذو العص والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان موج البحرين يلتقيان بينهما برسخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله اليواري المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو فيه شاء فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معش والجن والإنس إن استطعتم أن تنفروا من أقطار السماوات والأرض تنفروا لا تنفرون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواه من نار ونحاس فلا تنفروا فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ الله يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آلان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان لواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما من كل فاكهة سوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متقين على فرش بقاء ومن اسفرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان في النقاص واططرف لم يطمثن هن إنس قبلهم ولاجان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دون ما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهان مدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان نظاحتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما فاكهة ولخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان في إن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورا تنص القيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلا ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما تغوى في خلق الرحمن من تفاوت أرجع البصر هل در من فطور ثم أرجع البصر كغتين ينقلب إليك البصر خاصئا وحسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها هجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعين وللذين كفروا بغبهم عذاب جنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفوق تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها قول سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعين فاعترفوا بذنبهم فصحقا لأصحاب السعين إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير واسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض لولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصب بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من ودون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطو ونفور فمن يمشي مكبا على وجهه أهداء أمن يمشي صويا على صغاط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ضرأكم في الأرض وإليه تحشون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله فإنما أنا نذير مبين قلما رؤوه سلفة سيئة وجوه الذين كفوا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من وفي ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماء لكم غورا فمن يأتيكم بماء معين شكرا شكرا